موسيقى مشاهدين الكرام مشاهدي قناة الحياة سلام المسيح يملأ قلوبكم كما قلنا لكم سابقا أن هذه الحلقة ستكون مسجلة وبالتالي بدون اتصالات نكمل مشاهدين الأحباء في هذه الحلقة ما بدأناه في الحلقة الماضية ونواصل سيرنا في طريقة التحدي الذي وضعه إله القرآن أمام البشر وسنترك لكم في النهاية أن تحكموا على هذا الإله من خلال كلامه فمن فمك أو دينك وسنترك أيضا لأحبائنا المسلمين سؤال الحلقة الماضية مرة أخرى إن تبين لكم أن بالقرآن اختلافا كثيرا فهل سيكون هناك وقفة صدق مع النفس؟ نرحب سويا بالأخ وحيد وحيد أهلا وسهلا لك أهلا فضوى وأهلا بكل الأحباء المشاهدين في كل مكان الرب يبارك حياة الجميع من خلال التحديات اللي إحنا يعني إله القرآن اللي بيتحدى اللي إحنا شفناه في الحلقة اللي فاتح هل نجح إله القرآن في التحدي؟ بالدليل والبرهان من القرآن نفسه إحنا قدمنا الأدلة من كمان الأحاديث الصحيحة ومن التفاسير وجدنا أنه فيه اختلافا كثيرا وحتى مش مجرد اختلاف يعني اختلافا كثيرا إذن لم يصمت لم يصمت ولم ينجح طيب ندخل في تحديات جديدة أو تناقضات جديدة ونشوف منك إيه اللي أنت توصلت طيب نحن كنا المرة الفات تكلمنا عن السماوات والأرض وتكلمنا عن سبع أراضين آخر مرة خلينا أكمل في الاتجاه هذا جزئية بسيطة ربما الوقت لم يسعفنا المرة السابقة وهي هل السماء والأرض ملتصقتان أم منفصلتان؟ السماء والأرض منفصلتان أو متصلتان؟ كاتب القرآن اعتقد أن الأرض سطح في كل القرآن الأرض ضحاها وبسطها وحتى فكرة القبلة موضوعة على أساس أن الأرض سطح ليست الأرض كرة لأنه الموجود في كندا ولا في أمريكا ليس لأي فرصة أن يتجه للقبلة لأنه في الجهة الأخرى من الكرة الأرضية فالأرض أساسا في القرآن سطح والسماء أيضا سطح فكاتب القرآن جعل السماء والأرض في بعض الآيات ملتصقتين مع بعضهم وبعدين فتق هذا الالتصاق ونرى واضح في آيات صريحة بداية نرى سورة الأنبياء في القرآن سورة الأنبياء 30 يقول أَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُواْ أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلِّ شَيْءٍ رَتْقًا رَتْقًا يعني ملتصقتين مع بعض لكن ايه علاقة الأرض بالسماء طبعا الشيخ زغلول النجار عمل منه أعجاز علمي والانفجار الذي حصل طب هون بتكلم عن انفجار ازاي بيعوج النص ويلوي عنق النصوص ده بتكلم عن أرض وسماء ده الأرض بالنسبة للأفلاك والنجوم اللي بتكلم عنه الشيخ زغلول لا تعادل ولا هي حتى نقطة في بحر أقل من ذلك بكثير من محيطات العالم أقل من نقطة في محيطات العالم كله لا هنا القرآن بيتكلم بس عن السماء اللي شايفه عن الأرض اللي هو فيها أنهما كانتا رتقًا ففتقناهما كانتا كده طبقتين فوق بعض فصلنا بينهم ورفعنا السماء وخلينا الأرض في مكانه نشوف التفاسير نعم أكيد اتبري يقول ويعلمون أن السموات والأرض كانتا رتقًا يقول ليس فيهم ثقب ملصوقين مع بعض بل كانتا ملتصقتين يقال منه رتق فلان الفتق إذا شده فهو يرتقه رتقًا ورتوقًا ففتقناهما يقول فصعدناهما وفرجناهما ثم اختلف أهل التأويل في معنى وصف الله السماوات والأرض بالرتق وكيف كان الرتق وبأي معنى فتقه طبعًا ده طبيعي لو ما اختلفوا يبقى ده شيء غريب نعم الطبيعي إنهم يختلفوا لأن القرآن مبهم في كل شيء فلازم يختلفوا ولا يعلم تفسيره تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا يعني مش والراسخون بيعلمه زي ما بيقول البعض فهو مبهم في كل شيء لا يعلم تفسيره تأويله إلا الله طيب هنا قدامنا أن السماء والأرض كانتا ملتصقتين ففتقهم رفع السماء وخلى الأرض في المكان بتاعه فقال بعضهم إكمال التباري عنا بذلك أن السموات والأرض كانتا ملتصقتين ففصل الله بينهما بالهواء يا شيخ زغلول النجار يعني أهو اللي انتوا شايفونه الهواء اللي في النص ده بين السماء وبين الأرض دول كانوا ملتصقتين ففتقناهما وخلينا الهواء في النص بينهم يعني مش انفجار والانفجار الكوني اللي حصل يعني زي أي شيء بدون استثناء نجيبه نفصله طبيعا حيكون الهواء في النص صحيح وابن عباس يقول في تفسير التباري يقول عن ابن عباس ملتصقتين فرفع السماء ووضع الأرض كانتا ملتزقتين ففتقهم الله كان الحسن وقتاتا يقولان كانتا جميعا ففصل الله بينهما بهذا الهواء يعني أن نصدق الشيخ زغلول النجار أم نصدق الذين عاشوا مع رسول الإسلام الذين فهموا القرآن أرباب اللغة العربية كما يقولون صحيح إذن هؤلاء يعرفون القرآن أفضل كانتا ملتصقتين وفصل بينه وفي نفس الوقت بيقولوا يعني هما بيدعوا أنه في القرآن بيقول أنه الأرض كروية دحاها دحية فهل الدحية البيضة زي ما هما بيقولوا تصلح أن السماء كمان تكون بيضة والأرض بيضة ويكونوا ملتصقتان؟ لا هي دحاها ليس بمعنى بيضة كما يدعي الأحباء المسلمون ففي كل معاجم اللغة بدون استثناء دحاها يعني بسطها لأن النعامة حينما تدحي الأرض إنما تبسطها لتضع بيضها فالدحية هي مكان البيض وليس البيض فالمسلمون مثل زغلول النجار مع احترامي الذين يحاولون أن ينوي كل نص نعم أخذوا المفهوم من معاجم اللغة أن المقصود بالدحية البيضة وهي ليست البيضة هي مكان الذي يوضع البيض لأنه يكون عالي وواطي فالطائر يريد أن يضع البيض في مكان كويس سابق فيدحي الأرض يعني يبسطه ينظمه ليضع بيضه فالكذب ليس له أقدام ويكشف سريعا ما يكشف فإذا كاتب القرآن يعلم ليس لديه أكثر من أن الأرض مسطح زي ما هو شايف زي ما هو شايف أعرف في الأمر أن الرسول يعترف ويقول ما أوتيت من العلم إلا قليلا ما عنده علم يعترف لكن الزغلول النجار يضع البراكين والسحب والسماء والأرض والزرات والأكسجين الذي لا نرى كل شيء يضعه فيما قاله رسول الإسلام الذي يعترف ويقر أنه لم يؤتى من العلم إلا قليلا إذن هنا أمامنا نصين واحد يتكلم عن كانت تارتقن كانت تارتقن متصلت نأتي إلى النص الآخر في سورة فصلت قل أإنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين خلق الأرض الوحدة في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين ويجعل فيها رواسية من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فهل كانت ملتصقة بالأرض وهي دخان بيقول بعد ما عمل الأرض وقدر كل شيء استوى إلى السماء ولسه كانت دخان فقال لها وللأرض اتيا طبعا أو كرها قالتا أتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحظا ذلك تقدير العزيز العلي طيب خليني لحظات مع كلمة دخان نعم الدخان معروف يعني لا لي شكل ثابت ولا هو كمادة هو ثابت متحرك يعني خليني الحركة دي هل الحركة دي هي كانت الأرض نفس الحكاية وهل دول ممكن يكونوا ملتصقين ببعض لا على الإطلاق لا يمكن دخان كيف تلتصق السماء وهي دخان بالأرض ثم حتى في النص القرآني هنا في سورة فصلة لا يتكلم عن سماء وأرض ملتصقتين يتكلم عن أنه خلق الأرض وكل الشيء تمام وبعد كده استوى إلى السماء وهي دخان فقضاهن سبع سماوات نحن أمام نصين مختلفين تماما نص يقول أنهما كانتان ملتصقتين ففصل بينهما فرج بينهما بالهواء ونص آخر يقول أن الأرض كانت وخلق في الأول في يومين والجبال في اليوم الثالث زي ما قرأنا الحديث ربما المتذكرين معنا الحلقة السابقة وبعد ذلك استوى إلى السماء وهي دخان نقطة مهمة وبعد كده عمل من الدخان سبع سماوات إذن التناقض موجود في السورتين وفي الآيتين متصلتين ومنفصلتين نعم الأرض مرة والسماء منفصلتين ومرة الأرض والسماء متصلتين طيب في أي شيء عن الأرض والسماء ثاني ولا هتدينا شيء مختلف لا ننتقل إلى شيء آخر المشرق والمغرب يعني ده برضو تناقض آخر موجود في القرآن مشرق الشمس نعم المفروض مشرق الشمس ومغربها نعم لكن هنشوف أنه فيه مشرقين وفيه مغربين وحنشوف فيه مشارق ومغارب ربما واحد يعني يقول ما كلها زي بعض أنا عن نفسي ما عندي مشكلة لكن أنتم ما فهمتوها كذا ولا المفسرين قدموها بأنها واحد بالعكس هنشوف في البداية في القرآن نعم مشرق واحد ومغرب واحد سورة مزم التسعة رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا خلاص رب المشرق والمغرب نعم لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا مفهوم كلام مفهوم وإحنا بنعرف وعيشين يعني فيه شرق وفيه غرب أو مشرق للشمس ومغرب للشمس صحيح بس يعني كتوضيح في الطبري رب المشرق والمغرب وما بينهما من العالم وفي الجلالين هو رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا موكلا له أمورك نعم برضو يعني بيزكوا نفس المفهوم اللي إحنا فهمينه إنه فيه مشرق واحد وفيه مغرب واحد كويس ننتقل إلى سورة الرحمن 17 الأمر يختلف هنا في سورة الرحمن 17 Е18 اللي كان ربِّ المشرق والمغربي قال ربُّ المشرقين وْرَبُّ المَغْرِبَينِ مشرقين ومغربيين نعم طب فهمنا مشرق ومغرب الشمس بتشرق وبتغرب طب يعني أي مشرقين ومغربين هل الشمس بتشرق مرتين وبتغرب مرتين في اليوم الواحد أو نفهم يعني على كل الأحوال نحن دائما MIDيفسر لنا القرآن علماء المسلمين نعم أكيده ده شرف الباحث المسيحي صحيح أنه ما بيفسر من عنده ولا بيلجأ لبطرس ولا عبد المسيح عشان يفسر القرآن بيفسر القرآن بالمراجع الإسلامية وده شرف صحيح وده البحث السليم أنا هفسر القرآن أنا مين أنا أفهم من اللي فسروه ولا أقبل تفسيرا حديثا اكتشف أنه فيه أخطاء ويريد أن يلوي عنق النصص هؤلاء أرباب اللغة هؤلاء الذين يأخذون من الصحابة والسلف والتابعين وغيرهم ويقدمون القرآن كما فهمه هؤلاء نعم إذن في الطبر والطبر ذا بيلقب بشيخ المفسرين يعني بالمشرقين مشرق الشمس في الشتاء ومشرقها في الصيف وقوله ورب المغربين يعني رب مغرب الشمس في الشتاء ومغربها في الصيف فحب أنه هو يعني يعني يعمل فرق يعني فيه مشرق في الصيف لوحده مختلف نعم مختلف عن المشرق أو الشروق اللي احنا بنعرفه لازم نفهم مشرق في الصيف لوحده خاص يعني بالصيف نعم ومشرق خاص بالشتاء يعني هل بيعدي علينا وقت في الصيف احنا بنشوف شمسين أو الشمس بتشرق مرتين في اليوم وفي سؤال تاني يعني فاهمنا هو أنا لا أدري يعني هو الرجل يقول رب مغرب الشتاء ومغرب صيف مشرق شتاء ومشرق الصيف طيب ما في خريف وما في ربيع مثلا يعني بس هو صيف وشتة الدنيا دي هو عنده في شفه جزيرة العرب يكاد لا يتلمس الربيع والخريف ربما بسيط فعنده الصيف والشتاء ده واضح فعمل واحد للصيف واحد للشتاء يعني الكلام لأنهم مستغربين الكلام يعني ايه رب المشرقين ورب المرين كمفسرين مستغربين طبعا مستغربين الكلام يعني لو أساسا ده موجود فيه ثقافتهم كان الموضوع بقى بسيط يعني ما احنا بنقول كده لكن هم هنا بحاولوا يجدوا حلول لهذه النصوص في ابن كثير أيضا لم يختلف كثيرا وقال يعني مشرقي الصيف والشتاء ومغربي الصيف والشتاء وقال في الآية الأخرى فلا أقسم برب المشارق والمغارب وذلك باختلاف مطالع الشمس وتنقلها في كل يوم الشمس بتتنقل طبعا ده ده طبعا ده السقافة بتاعة كاتب القرآن نفسه الشمس تجري مش غريب على ابن كثير إنه هو طبعا في ذلك العصر حسب مطالع الشمس وحسب تنقله لا الأرض اللي هي بتتحرك والأرض اللي هي بتنتقل وتدور وليس الشمس ما هو شايف الشمس هي اللي بتتحرك مش شايف الأرض اللي بتتحرك إذن الحكم بالرؤية البصرية ده مشكلة طبعا نحن الحلقة اللي فاتت قلنا انه هو شايف القمر بالحجم بتاعه يعني اللي هو شايف حتى النجوم رجوم الشياطين يعني بالضبط النجم يعني أكبر من الشمس مرات عادي أكبر من شمسا نعم هو رجوم الشياطين يرجم ديها الشيطان والشيطان في الأرض والشيطان موجود في الأرض ويسترق السمع وبيأتي إلى الأرض يعني لكن هو بيرجم وهو في السماء الدنيا لما يسترق السمع يعني عشان كده النيازك اللي احنا بنشوفه دي أتاري احنا مش عارفين دي رجوم الشياطين كما ذكر إله القرآن يقول برضو يكمل ابن كسير وبروزها منه إلى الناس وقال في الآية الأخرى رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا وهذا المراد منه جنس المشارق والمغارب ولما كان في اختلاف هذه المشارق والمغارب مصالح للخلق من الجن والإنس يعني حول موضوع المشرقين دي الوقت إلى موضوع آخر مشارق ومغارب ودهنا هجيله بعض شوية لكن دي الوقت اللي ركزوا عليه أنه مشرقين ومغربين يعني مشرق الشمس في الشتاء وفي الصيف ومغربها في الشتاء وصيف هل هذا كلام يعني يرتقي إلى أن يكون مثلا علم يعني ما فيش رأي آخر للمشرقين ومغربين طيب ما هي دي برضو أسئلة في البداية كان مشرق واحد ومغرب واحد لقينا مشرقين ومغربين في سورة الصفات خمسة يقول رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق كثرت الموضوع بيقى كثير مش مشرق واحد رب كل المشارق مش مش مشرق ولا مشرقين أصبح في مشارق كثيرة طيب هي المشارق احنا ممكن نفهمها نعم يعني أنا عن نفسي ممكن أفهمها المشرق مثلا نقول في مصر في مشرق وفي السودان في مشرق وفي سوريا في مشرق في الأردن في مشرق فأصبح مشارق بحسب شروق الشمس في البلد ده ده وفق الكتاب المقدس بالمناسبة اللي لحضرتك بتذكريه ده ده الكتاب المقدس طيب هو الكتاب المقدس بيقرر الحقيقة اللي احنا شايفينها حينما يتكلم عن المشرق بيتكلم عن المشرق في كل مكان لكل الناس الموجودين في الدنيا أنا مشرقي هنا توقيتا وزمنا مختلف عن مشرق شخص آخر في مكان آخر فرب المشرق والمغارب نقبلها يعني ما فيهاش مشكلة وهو زي ما أنت بتقول الكتاب المقدس بيتكلم عن المشارق والمغرب والمشرق والمغرب خاص بالشمس نفسه الشمس بتشرق وبتغرب لكن مشرقين ومغربين دي هي الكارثة صحيح يعني أنا مش قادر أفهم يعني إيه مشرقين ومغربين الشمس بتشرق كل يوم على مدى 365 أو 366 يوم هي كل يوم بتشرق فإيه الجديد في شروقها أو في مشرقها في الشتاء والصيف إيه الإختلاف بالمناسبة أنت قبلت أن المشارق والمغارب مقبولة لأنك أنت عندك في الكتاب المقدس ففهماها لكن هل تعتقد أنه ده مرة مرور سهلة كدام الأحباء المسلمين زمان يعني المفسرين طبعا لا ولا الصحابة حتى ولم يمر مرور عادي يعني بالعكس أنا لما أشوف هنا في الطبر والقرطبي ما قاله إبن عباس للشمس كل يوم مشرق ومغرب وذلك أن الله تعالى خلق للشمس 365 كوة في مطلعها شباكة ومثلها في مغربها على عدد أيام السنة الشمسية تطلع في كل يوم في كوة منها وتغيب في كوة لا تطلع في تلك الكوة إلا في ذلك اليوم من العام المقبل خلوا بالكم من الكلام ولا تطلع إلا وهي كارهة فتقول رب لا تطلعني على عبادك فإني أراهم يعصونك الشمس تطلع كارهة مش عايزة تطلع تقول يا ربنا ما تطلعني أنا مش عايزة أطلع على القوم دول دون ناس بيعصوك يا عكس الكتاب المقدس تماما يعني يشرق شمس على الأشرار والأبرار لا هنا لا هي الشمس مش عايزة تطلع سعلى كيفة يعني فهنا ما مر الموضوع مرور عادي مشارق ومغارب يعني في كل مكان لا أتاري ابن عباس في السماء فوق في شبابيك كل يوم الشمس بتطلع من شباك معين 365 ناسا ناسا إنه في يوم تاني 66 دي مش محسوبة عنده فلأنه في مشارق ومغارب عايز يفهم الموضوع إيه فاضطر إلى هذا التفسير إنه أتاري فيه كوة كثيرة جدا شبابيك فكل يوم بتطلع من شباك معين مع أنه الموضوع ده عملوا الفراعنة في مصر يعني عملوا مبنى كذا كل يوم بتدخل الشمس من كوة معينة فهل الموضوع وصل لابن عباس فخلى الكوة بس في السماء فوق مع أنه البشر عملوها في الأرض تحت إذن هذا الكلام لا علاقة له أساسا بالحقيقة وده برضو بيأكد نفس النظرة اللي هو شايف الشمس بحسب الحجم اللي هو شايفه صحيح ما يعرفش مقدار حجم الشمس قدر إيه تمام وبالتالي عمل لها كوة عشان تطلع منها كلها يبقى إذا موضوع مشارق ومغارب ما عداش زي ما ما عداش موضوع مشرقين ومغربين اللي هي أصعب يعني في القرطبي عن عكرمة عن ابن عباس قال صدق اسمعوا الكارثة دي أحباء المسلمين صدق رسول الله أميّ ابن أبي الصلط في هذا الشعر ماذا قال أميّ زحل وثور تحت رجل يمينه والنسر للأخرى وليس مرصد والشمس تطلع كل آخر ليلة حمراء يصبح لونها يتورد ليست بطالعة لهم في رسلها إلا معذبة وإلا تجلد كارهة كارهوا بتجلد ورسول الإسلام صدق على هذا الشعر أن الشمس لا تطلع إلا حينما تجلد هذا حديث موجود عن ابن عباس ويؤكد أن رسول الإسلام صدق على شعر وطبعا هناك أشعار كثيرة أخذها رسول الإسلام ووضعها في القرآن والأحباء المسلمون يعرفون ذلك بل وكثير من المفسرين أوردوا هذا الكلام دون خجل في التفاسير دون خجل أوردوها في التفاسير إذن مشارق ومغارب ومشرق ومغرب ومشرقين ومغربين خليني أقرأ لو سمحت آية في سورة المعارج فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون فلا أقسم المفروض فلا أقسم أو فأقسم نعم أو فأقسم لكن يأما في لا زائدة يأما في ألف زائدة يعني لو كان فأقسم فأقسم يبقى اللا زائدة فلا أقسم يبقى الألف زائدة وده مش كلامي لأن لو رجعنا للتفاسير في ابن كثير أي الذي خلق السماوات والأرض وجعل مشرقا ومغربا وسخر الكواكب تبدو من مشارقها وتغيب في مغاربها الجلالين فلا لا زائدة أقسم هي أصلا برب المشارق والمغارب للشمس والقمر وسائر الكواكب تفضلي حتى سائر الكواكب عملوا لها مشارق ومغارب ما هو هو عايز عايز يجي التفسير لكلمة مشارق ومغارب فحط الشمس والقمر والكواكب كده ينفع يكون جمع مشارق ومغارب فعندنا شمس وقمر ونجوم وكواكب إذن يصلح أن يكون هذا الأمر يعني مش بس الشمس هي اللي بتشرق وتغرب لا ده الشمس والكواكب والنجوم وغيرها ده كله يندرج تحت المشارق والمغارب صحيح إذن ده قدامنا هو التناقض أيضا في القرآن وأشياء غير مفهومة مبهمة طب معلش رجع للكلمة فلا أقسم طب لا زائدة يعني يعني إيه لا زائدة دخيل على القرآن يعني زودوها يعني هي كلمة فلا أقسم تنفي القسم لا نافية معروفة يعني لا نافية فلا أقسم مفروض أنا لا أقسم نعم فهم شالوا لا وإعتبروا أن فأقسموا برب المشارق والمغارب وقالوا ده معناها قسم طب لا أقالوا لا زائدة طب لما هي زائدة محطوطة ليه ومن الذي وضعها يعني في النهاية سيقولون لك العرب كانوا يقولون هذا الكلام فلا أقسم يعني أقسم طيب هو القرآن نزل بس للعرب طبعا دي إشكالية أخرى القرآن مفروض ما نزلش بس للعرب إذا كان هو نزل بلغة محلية وبثقافة أيضا محلية مش لغة أيضا وثقافة محلية ولغة محلية ومش مفهوم برضو ومش مفهوم حتى لأهل اللغة مش مفهوم وبيدوروا على الكلمات ومش عارفينها عودة إلى الموضوع إذن هناك مشرق ومغرب مشرقين مغربين مشارق ومغارب دية كلها مش زي بعضيها أكيد طيب خلص كده موضوع تقريبا يعني الأرض وكل والسماء واللي فيهم بقى اللي بينهم صحيح إيه الجديدتان لا هناك فيه موضوع أنا عاوز أدخل فيه هو طويل شوية موضوع يونس يونس اللي هو يونان النبي عندنا أصبح يونس في القرآن عادي زي ما غيروا أسماء كثيرة لكن يونس أيضا هناك تناقض في القرآن وأنا أحب أن الأحباء يتابعوني في البحث البسيط لأنه مرة نجد أن يونس نبذ في القرآن ومرة أخرى لم ينبذ يونس في القرآن طيب عشان بس نفهم يعني أي نبذ وإيه لم ينبذ طيب إذن نعود إلى القرآن وإلى التفاسير وده الفيصل الموجود قدامنا نبدأ بصورة الصفات مية تسعة وثلاثين مية خمسة واربعين وإن يونس لمن المرسلين فساهم فكان من المضحضين فالتقمه الحوت وهو مليم فلولا أنه كان من المسبحين للبس في بطنه إلى يوم يبعثون فنبذناه بالعراء وهو سقيم طيب الآية محتاجة شوية شرح لأنه فيها بعض الكلمات صعبة شوية أعتقد طيب أولا يونس واحد من المرسلين الرسل ساهم يعني كان في قرعة بينهم رمو القرعة السهم يعني فكان من المضحضين اللي هو المغلوبين السهم طلع ضده فالتقمه الحوت طلعا كلام ناقص يعني يعني واحد يساهم إيه علاقة الحوت دي الناس بيعملوا سهم بها بيلقوا قرعة يقول لك فالتقمه الحوت قصة ناقصة لا يعرفون لها أصل إن لم يرجع للكتاب المقدس مش حيعرف يعني إيه التقمه الحوت وليه يلتقمه الحوت وديه ممكن بحث آخر في مرة أخرى نقارن بين يونس ويونان ويونس فالتقمه الحوت وهو مليم مليم يعني 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 مزؤوم زي ما حنشوفه بعدين في التفاسير ملان خلينا نحط هذا الوقت كذا إنه ملام خلاص ملام أوكي ملام طيب فلولا أنه كان من المسبحين من اللي بيسبحوا للبس في بطنه في بطن الحوت إلى يوم يبعثون لحد يوم القيامة فنبزناه بالعراء وهو السقيم خلينا نشوف ده في التفاسير أفضل لأنه حيبقى واضح وموسق نروح للطبري يقول فقزفناه بالفضاء اللي هي نبزناه بالفضاء من الأرض حيث لا يواريه شيء من شجر ولا غيره وقوله وهو سقيم يقول وهو كالصب المنفوس لحم يعني زي ما يقول حتة لحمة لسه مولود يدوب عن ابن عباس قال خرج به يعني الحود حتى لفظه في ساحل البحر يعني نبزناه يعني قزفناه على شاطئ البحر وهو وهو سقيم اللي هو يعني زي ما ذكر هنا اعتبر أنه زي الطفل الصغير المولود زي ما يقول حتة لحمة حمرة تعبان يعني يعني منهك نبول كطفل صغير لسه طيب لو انتقلنا إلى الجلالين فنبزناه وأنا هنا بوسق كلمة نبزناه واخف القرآن فنبزناه أي ألقيناه من بطن الحود بالعراء بوجه الأرض أي الساحل من يومه أو بعد ثلاثة أو سبعة أيام أو عشرين أو أربعين وهو سقيم عليه لك الفرخ الممعط يعني ما يعرفوش أي حاجة في القصة هو كان في بطن الحود يوم ولا ثلاثة ولا سبعة ولا أربعين ولا عشرين ولا عشرين يعني شيء غريب جدا لما انت مش عارف طبعا فيه كتاب وموضح الموضوع ده وبيذكره ثلاث أيام وثلاث ليالي بكل وضوح في الكتاب الموضوع واضحة يعني هو لما مش عارف ليه بيقترح أيام عدد من عدد غير معلوم خلص يعني بس هو يعني كل واحد اقترح لازم يفتي لا وكل واحد اقترح فيه اللي قال يوم وفيه اللي قال ثلاثة وفيه اللي قال عشرين وفيه اللي قال سبعة وفيه اللي قال أربعين فمين الصح مش معروف فحط كل الأرقام مش معروف يوم ولا ثلاثة ولا سبعة ولا عشرين ولا أربعين طيب المهم أنه في نبذناه هذا الجزء اللي نعايز المشاهدين يركزوا معايا فيها عدلا بن كسير وقد تقدم حديث أبي هريرة مسندا مرفوعا في تفسير سورة الأنبياء ولهذا قال تعالى فنبذناه أي ألقيناه بالعراء قال ابن عباس رضي الله عنهما وغيره وهي الأرض التي ليست بها نبت ولا بناء قيل على جانب دجلة طيب وقيل بأرض اليمن فالله أعلم وهو سقيم أي ضعيف البدن قال ابن مسعود رضي الله عنه كهيئة الفرق ليس عليه ريش وقال السدي فهيئة الظبي حين يولد وهو المنفوس وقاله ابن عباس رضي الله عنهما وابن زيد إلى آخرين أقاويل كسيرة وكل واحد فيهم بيحاول يجتهد ليجد ما يناسب يعني الكلمة في فهمه ومش عارفين بدجلة ولا بأرض اليمن لا المكان ولا الأيام اللي قضاها ولا حتى شكله يعني حتى شكله هو مختلف عليه يعني لا عارفين أيام قم قضاها ولا عارفين المكان أينه وفي نفس الوقت هنا الشكل بتاعيونان كل واحد بتديله شكله حسب الكلمة وفهمها ليه؟ مع أن الكتاب المقدس وضح نينوة يعني هو كان ماشي لنينوة وتحرك من يافا يعني إذن الرجوع أيضا إلى هذا المكان لكي ما يستقل رحلته من جديد واضح؟ أصلا دي كارثة يعني لما يبقى رسول وانت بتقول أن الكتاب المقدس محرف وممكن قصة يونان تكون محرفة بالنسبة لك طبعا طيب جبت أنت القصة يعني لخصتها في كم كلمة عملت فيها تشويش كبير جدا للمفسرين والناس مش فاهم أي حاجة دي كارثة ده رسول صحيح وقصته ورسالته مش موجودة في القرآن وآمننا بكل الرسول لا وبعدين يعني أنت قصتك خطأ طيب أوكي أنا خطأ فين الصح؟ الصح ناقص يبقى الخطأ كامل ومفصل وجميل نعم والصح هو الناقص ومش مفهوم واحد قاعد في السفينة التقم الحوت فين في القرآن أنه ألقيناه إلى البحر دخلوا السفينة إذن فيه أشياء مفروض يركزوا على المهم نعم إذن عزيز المشاهد ركزنا في القرآن والتفسير أنه تم نبز يونان من الحوت إلى الشارع إلى الأرض ننتقل إلى سورة القلم 48 إلى 50 نعم يقول فاصبر الكلام موجه لرسول الإسلام فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكزوم لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذا بالعراء وهو مزموم فاجتباه ربه فاجعله من الصالحين لولا لنبذا لولا نعمة ربه لنبذا يعني لم ينبذ وهناك نبذ هناك نبذ طبعا وهنا لم ينبذ هنا لم ينبذ حنشوف المفسرين وحنشوف المحاولة اللي حاولوا يطلعوا بها من المأذق ده مأذق صعب فهموا الموضوع طبعا عرفوا فهموا أنه في تناقض واختلاف فحبوا طبعا عرفوا وفي منهم الهرب من التفسير تماما وحققوا اسمه واسمه كبير الطبري بداية انشيخ المفسرين لولا أن تدارك صاحب الحوت نعمة من ربه فرحمه بها وتاب عليه من مغاضبته ربه لنبذا بالعراء وهو الفضاء من الأرض عن ابن عباس في قوله وهو مزموم يقول وهو مليم وعن المعتبر عن أبيه عن بكر وهو المزموم قال هو مزنب للوقت هنا أنا أريد المشاهد ركز معايف كذا حاجة أولا كلمة مليم تعاد المزموم ودي الكلمة اللي أنا من شوية ذكرتها وقالت لك سنأخذها دلوقتي على أساس ملام نعم دلوقتي كلمة مليم تعاد المزموم مزموم يعني مزنب هو المزنب في نفس النص هنا بعدين الطبري بيقول لو لا رحمة ربه لنبز بالعراء طبعا هو في النص اللي هناك نبزناه منبوز هناك لفظ الحوت نعم وأوردنا التفسير اللي بتؤكد هذا الأمر في الجلالين طيب لحظة قبل الجلالين هو ما تعرضش دلوقتي للتناقض هو سابه سابه طبري سابه ما تعرضش لم يتعرض يعني عدت كده عليه ولا قصد أنه حيحط نفسه في ورطة حيحط نفسه في ورطة وهو عارف كده وعلشان كده فيه مفسر آخر عمل شيء غريب الجلالين زينا بنقول فسر الماء بعد الجهد بماء ده اللي عمل الجلالين فما الذي قاله الجلالين نعم ولا تكن ولا تكن كصاحب الحوت في الضجر والعجلة وهو يونس عليه السلام إذ نادى دعا ربه وهو مجزوم مملوء غما في بطن الحود لولا أن تداركه لولا أن أدركه نعمة رحمة يعني من ربه لنبذ من بطن الحود بالعراء بالأرض الفضاء وهو مزموم لكنه رحمة فنبذ غير مزموم نبذ يعني الجلالين بيعترفوا أنه نبذ ويرجع الرحمة على كلمة مزموم أنه مزموم يعني هو نبذ طب القرآن بيقول لم ينبذ نعم فحاولوا فبركة الأمر من نبذ إلى ما بعد نبذ سقيم ومزموم يعني هما أكدوا النبذ نعم لكن نفوا عنه ما بعد كده هو المزموم هو بس مش مزموم هو نبذ بس مش مزموم صحيح وسياق القرآن لا يقول ذلك سياق لما نشوف كلمة لولا لولا لا تتناسب مع ما زهبوا إليه وهو بعد الخبر فزهبوا إلى كلمة مزموم وأنا هأكد الكلام ده برده طيب قبل ما أتأكد هي تعبير لولا تداركه رحمة ربه دي معناه إن في شيء حصل من الله صحيح يعني يعني في شيء مش كويس كان هيحصل بس تداركته نعمة الله صحيح وبعد أن تداركته رحمة الله نبذوا برده يعني اللفظ الحود وهو سقيم في العراء وزي الطفل وزي ممعات من غير ريش وإلى آخره فالجلالان هنا اعترفوا هو نبذ لكن حاولوا يفبركوا الموضوع لا هو نبذ مزموم عفوا سقيم مش مزموم لأنه هنا في آخر جملة لو لاحظت معايا من ربه لنبذ من بطن الحود بالعراء بالأرض الفضاء وهو مزموم لكنه رحمة دي الرحمة دي النعمة فنبذ غير مزموم يعني الفكرة أعزين نشيلوا كلمة مزموم لأنها كلمة صعبة كلمة صعبة أن تقال على الرسول وهم مش واخدين بالهم أن القرآن قالها على يونس مزموم وهي ملوم أو ملين وكما قال ابن عباس تعادل مزموم ونرى التفسير واحدة واحدة دعونا ننتقل إلى ابن كسير موضوع شائك فعلا محتاج تركيز أنا حاططه كذا للأحباء المشاهدين المسلمين اذهبوا إلى تفسير ابن كسير هرب هروب مكشوف ومريع هرب ابن كسير من تفسير هذا الأمر لأنه اكتشف التناقض يعني طيب أنت لا اعتبرت هروب ما هو ممكن يكون مثلا خطأ في الطبع لا أنا رجعت ابن كسير في أكثر من مكان ابن كسير كل اللي عمله علق على الآية اللي قبل كذا والآية اللي بعد كذا والآية دي مكان الموضوع ساب هرب منها تماما وبالمناسبة هذه ليست غريبة على ابن كسير يعني الذي يعتبرونه من المفسرين الكبار لحظت مرات عديدة جدا ابن كسير يهرب من موضوعات كهذا زي كذا هنا عنده حق هنا بنشوف ابن كسير لم يعلق على الموضوع إطلاقا وذي إشارة واضحة أن النص فيه مشكلة فيه خلل فإذن آية تقول نبزناه وآية تقول لو لا رحمة ربه لا نبزناه يعني ما نبزناه القرطبي نأتي إلى القرطبي بقى اللي هو حاول يفبرك الموضوع معنا نحترم القرطبي جدا لأنه رجل لا يجمل عقيدته ولا يفعل ما يفعل ابن كسير على كل الأحوال القرطبي يقول أي لنبذا مزموما ولكنه نبذا سقيما دا القرطبي غير مزموم ومعنى مزموم في قول ابن عباس مليم قال بكر ابن عبد الله مزنب وقيل مزموم مبعد من كل خير يعني يونس مزموم مبعد من كل خير لمزموم لأنه مزموم تعادل مليم عند حبر الأمة أنا حفهم أكثر من حبر الأمة فالقرطبي يقول أي لنبذا مزموما ولكنه نبذا سقيما عايزين يطلعوا من كلمة مزموم عايزين يطلعوا من كلمة مزموم ويطلعوا من كلمة نبذا فعايزين يقولوا أن المشكلة مش في نبذا الكلمة في أنه هل نبذا مزموما أم نبذا سقيما في كلمة لم ينبذ لأنه هو نبذ فعايزيني يطلع من كلمة النبذ وعايزيني يقول أن التناقض والاختلاف ليس في نبذة ولكن في شكله هل نبذة مزموما أم نبذة سقيما والكارثة أنهم اعترفوا أن ابن عباس يقول مليم تساوي تعاذي المزموم هل القرآن قال عن يونس مليم؟ نعم قالها في سورة الصفات مليم اللي هي مزموم اللي بيحاولوا يهربوا منها ويجملوها في سورة الصفات 142 فالتقمه الحوت وهو مليم إيه رأيك عزيز المشاهد إيه اللفة دي اللفة والدوران والكلام ده كله يبقى إذن اللي عاوزين يطلعوا منه يونس أنه أصلا ما كانش مزموم طب كان مزموم هو في بطن الحوت بعد كده نبذ إلى العرق خلاص تشال منه الزم اللي كان موجود فيه هي نفس الموضوع نفس الفكرة حاولوا الخروج من مأزق وقعوا في مأزق آخر أنه الفكرة موجودة في القرآن أنه مزموم تعني مليم ومليم تعني مزموم والقرآن وصف يونس بأنه مزموم أي المزنب المبعد عن خير الله نبي طبعا نبي من الأنبياء ومرسل كمان طبعا يعني مش بس نبي صحيح فإذن حينما ندخل إلى القرآن حنشوف أنه كلمة مزموم دي صعبة جدا جدا التي ألصقت بيونس صعبة جدا يعني هم فهمين معنى كلمة مزموم إذا بالطريقة التي تقولها أنها صعبة جدا وممكن ده اللي خلاهم بيعملوا كل اللي بيعملوا ده عشان يبعدوا أو ينفوا عنه تهمة الزقم أو المزمة اللي هي مستخدمة ده هو يعني صحيح يعني ده السبب اللي خلاهم أنهم يحاولوا ينفوا عن يونس التهمة الصعبة اللي أنت بتتكلم عنه لكن في الحقيقة هم أيضا بيحاولوا لأنه الإشكالية فين آية بتقول نبز وآية بتقول لم ينبز كويس لو لا لو لا الرحمة لنبز طيب ما فيها هي بتقول نبز قالوا لا خلي بالك هنا نبز سقيم لكن هنا لم ينبز مزؤوم طيب هو في بطن الحد كان مزؤوم كان مزموم كمان هي هي نفس المعنى في لغة العرب فمليم يعني عند ابن عباس مزموم ما غيروا شيء حاولوا يخرجوا من ورطة وقعوا في ورطة أخرى حاولوا يبشعوا كلمة مزموم فإذ هو مزموم حاولوا يقولوا لا لا يمكن أن يكون يونان مزموم طيب إيه رأيك أن مليم هي مزموم وذكر عن يونس أنه مزموم خليني بقى أبشع ليس أنا ولكن أظهر تبشيع القرآن عفوا لكلمة مزموم في سورة الإسراء 18 يقول من كان يريد العاجلة يريد العاجلة عجلن له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلن له جهنم يصلاها مزموما مدحورا وفي سورة الإسراء 22 لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مزموما مخزولا شايفين مزموما جات فين مع جهنم يصلاها مزموما مدحورا وهنا لا تجعل مع الله إلها آخر الشرك الذي لا يغفره الله فتقعد مزموما في جهنم مخزولا هذا كلام فعلا صعب كلام خطير وكلمة مزمومة التي تعادل ملام أو مليم التي قيلت عن الشيطان وقيلت عن الإنسان الخاسر اللي رايح جهنم قيلت أيضا عن يونس وهو في بطن الحوب فحينما لفظه إذا ما لفظه مزموم طب ده كان مزموم هو في بطن الحوب فإذن حينما النص الذي يقول نبزناه وآخر يقول لو لا نبزناه فيها تناقض وابح جدا إن كانت في كلمة نبزناه أو إن كان فيما أرادوا أن يخرجوا به وهي كلمة لا مش مزموم ده بسقين وكلها كلمات لا يجب أن تقالهم ويقول إحنا بينكرم الأنبياء إنتوا اللي بتبهدوا للأنبياء في الكتاب المقدس إحنا عندنا عصمة للأنبياء آدي عصمة الأنبياء في القرآن آدي يونس وصلوا لدرجة مشرك يعني أطلقوا عليه كلمة بتطلق على مشرك صحيح وعند أنا في الطبري لما يقول مزموما في نعمة الله مدحورا في نقمة الله مزموما في نعمة الله المزموم اللي هو بتطلق على المشرك طبعا في نعمة الله هو هو ده الطبري حطها في القالب ده طب جاب من فين الكلام ده طبعا هي لها معنين مزموما في نعمة الله يعني مزموما في هذه النعمة فلا ينالها ممكن لها هذا المعنى أيضا هذا البعد لا ما عليش أفهم الحطة دي يعني مزموما في نعمة الله أي في نعمة الله هو مزموم فلا ينالها على هذا الإنسان اللي رايح جهنم ليس له نعمة فهو مزموما في نعمة الله لم تناله نعمة مدحورا في نقمة الله نقمة الله عليه بالعقاب فليس معناها مزموما في نعمة الله يعني في إطار النعمة لا هو خارج إطار النعمة فده المعنى ديونان ده يونان ده يتكلم عن الشخص العادل اللي رايح جهنم بس الكلمة قيلت أيضا عن يونس هنا ابن كثير يقول مزموما أي في حال كونه مزموما على سوء تصرفه وصنيعه إذ اختار الفاني ده الإنسان اللي رايح جهنم على الباقي مدحورا مبعدا مقصيا مقصيا حقيرا ذليلا مهانا كل ده مشاكل كثيرة جدا تقال عن الشخص المزموم يعني مزموم تصرف تصرف سيء وصنيعه اختار الفاني طيب يونس عمل كده يونس سأل تصرف ويونس اختار ما لم يختاره الله ولم يرد أن يذهب وكان عجول وكان كظوم وكان إلى آخره كما ذكر عنه في القرآن وبالتالي التقمه الحوت وهو مليم وحينما رجعنا لنفهم مليم هو مزموم طيب كل دي بيقال عن عن الشخص المزموم اللي قال نفس الكلام اللي قيل عن يونس يعني حتى لو أرادوا أن يخرجوا من كلمة نبزناه التناقض التناقض اللي شهرب منه ابن كسير وحبوا يخلوا الكلمة لا يقصد بها النبز وإنما سقيم ومزموم اكتشفنا دلوقت أنه مزموم قيلت أيضا عن يونس وهو في بطن الحوت في القرطبي يشرح كلمة مزموم يقول أي مطروضا مبعدا من رحمة الله وهذه صفة المنافقين الفاسقين ده في القرطبي يبقى إذن هنا تبشيع واضح جدا القرآن والمفسرين فهميني عن كلمة مزموم وأبرز تبشيع القرآن لهذه اللفظة لا تطلق إلا على من هو هالك في جهنم المزموم وعند ابن عباس يقول لنا أن المزموم هو الملوم دعيني أفاجأ المشاهدين بما في الجلالين تفضل في الجلالين اسمع أحبائي المشاهدين يقول ثم جعلنا له في الآخرة جهنم يصلاها يدخلها مذموما ملوما تفسير كلمة مزموم ملوم مدحورا مطروضا من عن الرحمة مخزولا لا ناصر لك ده الشخص الهالك خلاص الكافر فهنا أنا اللي بيلفت النظر أنه مزموما هي ملوما ونرجع إلى هذه الكلمة وأنا بحب المشاهدين يشوفها معايا هي من بشاعتها قيلت عن الشيطان في الأعراف 18 قال أخرج منها مذؤوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأنا جهنم منكم أجمعين بس ده مزؤوم نعم مزؤوم هي مزموم نفس الكلمة هي هي في نفس الكلمة ولو رجعنا للشيخ الطبري شيخ المفسرين يقول أخرج منها مذؤوما مدحورا أي الشيطان ما أحل به من نقمته ولعنته وترضه إياه من جنته يقول قال الله له عند ذلك أخرج منها أي من الجنة مذؤوما مدحورا يقول معيبا والذأم العيب وأما المدحور فهو المقصى إذا أقصاه وأخرجه ومنه قولهم أدحر عنك الشيطان عن ابن عباس قوله قال أخرج منها مذؤوما يقول صغيرا منفيا دي بداية بعض الكلمات والمعاني لكلمة مذؤوما مش مزموما لكن هل مذؤوما تعادل مذموما نعم في الجلالين خلينا نشير أيضا لمعاني أخرى قال أخرج منها مذؤوما بالهمزة معيبا أو ممقوتا مدحورا مبعدا عن الرحمة وفي ابن كسير يقول أكد تعالى عليه اللعنة والطرد والإبعاد والنفي عن محل الملأ الأعلى بقوله أخرج منها مذؤوما مدحورا يعني إذن كل هذه الآن تبشع لنا كلمة مذؤومة إن كلمة مذؤومة دي كلمة صعبة جدا نعم لكن يبقى لدينا أن نوثق أن كلمة مذؤومة التي قيلت عن الشيطان هي بذاتها مذمومة التي قيلت عن الهالكين التي تعادل كلمة ملومة أو ملين التي قيلت عن يونس ننتقل إلى القرطبي القرطبي يقول مذؤومة أي مذمومة والذأم العيب بتخفيف الميم قال ابن زيد مذؤومة ومذمومة سواء وقرأ الأعمش مذومة والمعنى واحد إذن نحن نقدم بالدليل والبرهان اسمعي كلمة مذمومة كلمة سيئة جدا لا تقال إلا عن المبعد عن رحمة الله والهالك نعم وكلمة مذمومة قيلت أيضا عن الشيطان مذؤومة وهي أيضا تعني الهالك يعني بالسلس هذه الكلمة السيئة البشعة قيلت عن يونس وهو في بطن الحوت فالتقمه وهو مليم ورأينا ابن عباس يقول مليم يعني مذموم ووجدنا في الجلالين التفسير أن مذموم يعني مليم إذن كل هذه الكلمات معا تشير إلى أن المحاولة التي أرادوا أن يصلحوا بها التناقض الموجود في القرآن فشلوا بل ووقعوا في مشكلة أكبر أن أصبح يونس مذؤوما مزموما وهو في جوف الحوت دي كارسة فعلا طبعا يعني أنا بكل أمانة أنا مزهولة من الكلام الكثير اللي بيت قال ده كله أنا عايزة أعمل ملخص بس للحتة دي لو سمت أكيد أكيد تفضل يعني عاوز أرجع للقرطبي حينما يقول أي لا نبذ مذموما ولكنه نبذ سقيما ده في البداية نعم غير مذموم ومعنى مذموم في قول ابن عباس مليم كويس هو نفسه بعترف القرطبي نعم قال بكر ابن عبد الله مذنب وقيل مزموم مبعد عن كل خير طيب لو انتقلنا للجلالين حنلاقي ثم جعلنا له في الآخرة جهنم يصلاها يدخلها مزموما ملوما مدحورا مطرودا عن الرحمة مخزولا وبعد كده نأتي إلى الصافات توسق بقى التوسيق الكبير فالتقمه الحوت وهو مليم يعني إذا بعد كده نحن نرى أنه لا يأتي شخص ويستشهد بعد ذلك بالنص القرآني الذي يقول لو كان من عندي غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرة وفي بعض القراءات كبيرة حتى دي مش متفقين على هل هي كثيرة ولا كبيرة وبنفاجأ هنا أنه في القرآن مر نبز يونس ومر لم ينبز وحاولوا تصليح الموقف بأنه لا هو لم ينبز سقيم عفوا لم ينبز مزموم وإنما نبز سقيم وحينما رجعنا إلى التفاصيل وجدنا أن مليم تعادل كلمة مزؤوم ومزؤوم وأن الكلمة بشعة جدا في القرآن ولا تطلق إلا على الهالكين في جهنم يصلونها كما ذكر أو عن الشيطان المبعد تماما عن كل خير وكل رحمة من الله إذن في القرآن هناك أيضا تناقضات زي ما ذكرنا في الحلقات السابقة ولا يحد يتكلم عن عصمة الأنبياء صحيح والراجل مزنب واخد كلمة يعني ما فيش أسوأ من أنه ياخد صفة اتصف بها الشيطان صحيح أو كلمة أو عقاب أو أي إن كان يعني كلمة مزؤوم صفة تمام أخرج منها مزؤومة تمام طيب فيه خلاص موضوع يونس كده موضوع يونس خلص طيب هل في عندك تحديات تاني لإله القرآن نعم في القرآن في موضوع الكفر بعد الإيمان يغفره الله ومرة أخرى نجده أنه لا يغفر الكفر الكفر بعد الإيمان مغفور ولا مش مغفور أيضا هذه الجزئية ممكن نتعرض لها ونشوف رأيي القرآن مرة بيقول إيه ومرة أخرى ما الذي يقوله القرآن ممكن ننتقل إلى سورة النحل مية وستة ومية وسبعة يقول كاتب القرآن من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين هنا بنشوف في سورة النحل مية وستة ومية وسبعة بالنسبة لنا إحنا كمسيحيين أنا مش عايز أعدي الحتة دي قبل أن ندخل إلى موضوع التحدي اللي هو عامله كارثة كبيرة جدا من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان يعني يمثل زي ما أنت عايز مثل أنك كارث للإسلام وسب الإسلام وسب رسول الإسلام زي ما عمل عمار بن ياسر وهو عمل كده فلا مشكلة أن تمثل على الآخرين أنك لست مسلما وأنك كارث وكافر وكل شيء بس قلبك يكون مطمئن عش هذا النفاق صورة أمام الناس وصورة أخرى مع نفسك فإله القرآن يحلل هذا الأمر النفاق وهذا ليس أمر غريب حتى في سورة آل عمران 28 نفس المفهوم موجود إلا أن تتقل منهم تقات فهذه الجزئية مرفوضة عند أهل الكتاب تماما الإنكار طبعا المسيح قالها صراحة من ينكرني قدام الناس ينكره قدام أبا الذي في السماة قدام الملائكة ينكر تماما مش زي ما قال رسول الإسلام لعمار بن ياسر يعني عمار بن ياسر جاء زعلان وباكي وحزين أنا عملت وسبيت ويعني تلفظت ألفاظ ليست جيدة في حقك والإسلام فكان المفترض أنا كنت أنتظر وأنا أقرأ لأول مرة هذا الأمر كنت أنتظر من رسول الإسلام أن يوبخ عمار بن ياسر ويقول له كيف تجرأت أن تسبني فأنا أشرف خلق الله وكيف تجرأت أن يعني تتكلم على القرآن كنت أنتظر هذا التوبيخ الفاجعة أن رسول الإسلام قال له لا مشكلة إن عادوا عد لو رجعوا ليك مرة أخرى وعادوا إلى تعذيبك وضربك عد وسب وإلعن وعمل كل شيء هذا محلل في الإسلام هذا كلام رسول الإسلام لعمار بن ياسر هل هذا يقره أي شرع ولا أي دين ولا أي عرف في كل لا أظن حتى الوسني عابد شجر وحجر وبقر لا يقر هذا الأمر أنه النفاق والتمثيل وأنه أعيش أنا بصورة وأمام المجتمع صورة أخرى وهو ما يمارس المسلم حقيقة في الدول غير الإسلامية صحيح يمارس هذه التقية صحيح وكما قيل في تفسير سورة آل عمران 28 أعتقد عن حسن البصري حسب ما أنا متذكر إننا لنكشر في وجه قوم وقلوبنا تلعنهم نكشر يعني بنبين أسناننا كأننا بنضحك يعني لكن قلوبنا تلعن هؤلاء الناس لا توجد محبة للآخر في الإسلام ممنوع أنت عشان تحب الله تبغض الآخر هذا غير المسلم يعني إنما المحبة بين المسلمين والطراحم بين المسلمين فقط فأنا لم أريد أن أفوض هذه الفرصة لأقول للأحباء المسلمين الذين يسمعون يعني هذا النص فقط لوحده كافي لك أن تنتبه أن هذا لا يمكن أن يكون كلام الله يعني هل يمكن لله أن يقول لك نافق يرضى الله أن تسبه يرضى الله أن تسب كتابه ويقول لك لا مشكلة حفاظا على حياتك لماذا العقيدة التي قبلكم علمت بغير ذلك لماذا المسيحية علمت لا عزبوك ضربوك أرادوا قتلك قل أنا مسيحي هذا هو الاستشهاد في المسيحية ليس الاستشهاد الشهيد الذي يفجر نفسه هذا منتحر يروح يفجر نفسه ذا في المسيحية منتحر معروفة يعني لا الشهيد في المسيحية هو الذي يستشهد من أجل المسيح من أجل إيمانه من أجل عقيدته فإحنا هنا بنرى صورة أخرى عن عمار بن ياسر وكيف أنه يعني استخدم التقية ورجع لرسول الإسلام لينصح قال له لا ما فعلته من كذب ودجل وسب وإهانة هو الصح فإن عادوا عد مرة أخرى نعم طيب يعني من يكفر نعم يعني لو رجعنا للجزئية من يكفر في النص القرآني بالله من بعد إيمانه إلا هنا في إلا الاستثناء إلا الاستثناء المكره لكن قلبه عامر له عذاب يعني اللي بيكفر بعد الإيمان له عذاب ما فيش له رحمة ما في مغفرة لهم عذاب عظيم ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين ويعني هو عمار بن ياسر ما استحبش الحياة الدنيا طبعا استحب الحياة الدنيا طيب ما هو هنا دي المشكلة في القرآن لا يعالج الأمر هو عمار بن ياسر أحب الدنيا نعم وأعلن كفره بالإسلام وسبب وقال ما قاله ليه عمل كده أحب الدنيا طبعا خاف على حياة خاف على حياة طيب هو ده مش يعني يعني هو ده أحب الدنيا وانت بتقول هنا بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة عايز يلقى منفس فقال لك لا بس فيه فرق ده قلبه آمن بالله عامر بالإيمان يعني ممكن شخص آخر يقوم بنفس الفعل وهو صادق فيما يقول ولا يريد الإسلام وحينما يأتي إلى المحق يقول نفس الكلام اللي قاله عمار بن ياسر أنا مؤمن بالإسلام وأنا كويس خلاص بدا ما فيه مشكلة لأنه قلبه آمن بالإيمان خلينا نرجع إلى الجزئية الأساسية إذن من كفر بالله من بعد إيمان وليه عزاب ده ملهوش ملهوش غفران في الجلال يقول يقول الجلال من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره على التلفظ بالكفر فتلفظ به وقلبه مطمئن بالإيمان ومن مبتدأ أو شرطية شرطية والخبر أو الجواب لهم وعيد شديد دل لهم وعيد شديد دل على هذا ولكن من شرح بالكفر صدرا له أي فتحه ووسعه بمعنى طابط به نفسه ذلك الوعيد لهم بأنهم استحبوا الحياة الدنيا اختاروها دول اللي ليهم الوعيد اللي لا يعني ما فيش كان أي إشكالية ولكن هو أحب الحياة وكفر من بعد الإيمان ابن كسير أنا بشرح للمشاهدين المقصد عشان منتقل إلى الجزئية الأخرى في ابن كسير أخبر تعالى عن من كفر به بعد الإيمان والتبصر وشرح صدره بالكفر واطمأن به أنه قد غضب عليه لعلمهم بالإيمان ثم عدولهم عنه وأن لهم عذابا عظيما في الدار الآخرة وأما قول إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان فهو استثناء ممن كفر بلسانه ووافق المشركين بلظه مكرها لما ناله من ضرب وأزى وقلبه يأبى ما يقول وهو مطمئن بالإيمان بالله ورسوله أنا هنا كل اللي بعمله بوسق المعلومة الأولى إنه الذي كفر من بعد الإيمان له عذاب إلا الحالة المستثناء اللي هي قلبه يكون عامر وده أمره فعلا في منتهى الغرابة يعني يعني حتى في العهد القديم عند اليهود هناك من استشهد ونشر وتكلم عنه الوحي الإلهي في العبرانيين نشروا وعزبوا وقتلوا وهجروا وعمل بهم كل شيء ولكنهم لم ينكروا إلههم هذه هذه روعة المؤمن الحقيقي ما الفرق بين مؤمن حقيقي ومؤمن وواحد مزيف يعني الاثنين ينكروا الدين والاثنين يطلعوا يسبوا في الدين وبعد كده نقول لا واحد قلبه مطمئن والآخر لا قلبه مش مطمئن لا قبل الإسلام عزيز المشاهد الأمر لم يكن كذلك قبل الإسلام فيه احترام لله احترام وقدسية للكتاب احترام وقدسية للأنبياء فلا يسمح يعني هنا فيه رخصة لسب الرسول نعم طالما فيه خطر عليك عندك رخصة سب الرسول وعندك رخصة سب الإسلام حيموتوك لا أنت أحسن تسب وبعدين إن عادوا عد المهم قلبك يكون مطمئن بالإيمان نعم ننتقل إلى الجزئية الأخرى التحدي التحدي في سورة أهل عمران سورة أهل عمران 86 يقول كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين الله لا يهدي القوم الظالمين كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم استنكار استنكار طبعا يعني بعد ما آمنوا كفروا فدول ملهمش قبول تاني ولا يهديهم الله طيب ما انت من شوية كان رأيك مختلف إنه الذين في استثناءات في استثناءات خلينا شوف الجلالين ما الذي قاله الجلالين في الجلالين كيف أي لا يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أي شهادتهم أن الرسول حق وقد جاءهم البينات الحجج الظاهرات على صدق النبي والله لا يهدي القوم الظالمين أي الكافرين الله لا يهدي القوم الكافرين بس إحنا بنشوف اللي بيكفر وقلبه مطمئن يرجع ما فيش مشكلة مع إنه كفر مع إنه كفر كفر وسبة وكل شيء ولكن هو شايف إنه طالما قلبه مطمئن ما فيش مشكلة وإحنا مش شايفين كده لأنه أهل الكتاب بيشوفوا أن الإيمان يعبر عنه باللسان الإيمان أنا بعبره بنطق عن إيماني بلساني فإن كان لساني يقول بغير ما في قلبي فده كذب ودجل مش زي ما في الإسلام كذب اسمه المعاريض وده محلل في الإسلام كذب المعاريض إنه واحد يقول للآخر يا فلان أنا أحبك بس يكون باصص لمكان آخر وقاصد الشيء الآخر هو بيتكلم عن حبه للآخر وليس لشخص آخر مع إنه نطق اسم هذا الشخص وهذا كذب معاريض يجوز يعني في الإسلام فلا إحنا ما عندنا كده إحنا عندنا النصوص واضحة ولو كان في كفر الكفر ليس فقط مجرد لسان الكفر لسان وقلب وليس فقط مجرد قلب إنما قلب ولسان أيضا معن فهنا نحن نرى أن النصين السابقين يتكلمون عن أنه لا يوجد غفران للذي يكفر بعد إيمانه لا يوجد غفران في سورة النساء 153 الأمر مختلف لو شفنا عزيز المشاهد سورة النساء 153 يقول يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرا فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل كل ذا شركه من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك واتينا موسى سلطانا مبينة ما أنت من شوية بتقول لا عفو للمشرك وللكافر إزاي هنا عفوت عن بني إسرائيل عن بني إسرائيل طيب هل بني إسرائيل هنا أجبروا أكرهوا على هل كانوا مكرهين يعني زي عمار بن ياسر لا ما كانش في إكره هما من نفسهم باختيارهم عملوا العجل وعبدوا العجل وده الشرك والله كمان ده الشرك خلي بالك لا يغفر الشرك لا يغفر والله طبعا يغفر كل شيء دون الشرك دون الشرك لا يغفر في الأول بنشوف أنه اللي آمن وكفر له عزب لآمن وكفر وزكت النص الثاني اللي احنا قرأناه وقرأنا التفاسير وشفنا عمار بن ياسر وهذا أمر مرفوض لنا ومشيناه برضو هنا في بني إسرائيل بنلاحظ أمر غريب جدا عملوا عجل وعبدوا العجل وأشركوا بالله نعم وبعد كده عفونا طب عفوت ليه مش ده ضد النص القرآني الأول ولا احنا فاهمين خطأ طبعا أكيد إذن إذن في إشكالية في القرآن التناقضات الكثيرة اللي احنا بنشوفها احنا بالمناسبة لم نقدم كل شيء يعني طبعا احنا أخذنا يعني جزء بسيط جدا 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 نحن لسه بصينا كذا بص بص في التناقضات الموجودة في القرآن يعني في خلال الحلقة دي والحلقة السابقة نعم وفوجئنا أنه يعني أنه لا في في لما دخلنا ودخلنا العمق هنشاهد أنه التناقضات صارخة التناقضات التناقضات تتكلم نعم وإن كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثير وإحنا واجدين وهو اختلاف كثير يعني أبسط الأشياء هل يغفر لللي بيكفر بعد الإيمان ولا أنت ما بتغفرش وإحنا شاهدنا دلوقتي أنه عفا عن شعب إسرائيل طيب إحنا لو يعني بسرعة عشان ما ما ناخدش وقت كتير نبرز بعض التناقضات الواضحة حتى ولو ناخدها سريع يعني مش لازم نركز عليها كثير إذا أنت خلصت خلصت الجزئية دي نعم يعني مثلا أنا لو سألتك عن الملائكة اللي ظهروا لمريم ابنة عمران نعم يعني إحنا بنشوف أرسلنا لها روحنا فتمثل لها بشرا سويا وفي مكان تاني نفس القصة بس لأنها ذكرت في حتة تانية في صورة تانية تكلم عن ملائكة إسقالة الملائكة يا مريم هوا ملاك ولا ملائكة روح الله ولا ملائكة اللي ظهرت لمريم صحيح دي جزئية أيضا فيها تناقض في القرآن لأنه مرة ملائكة ومرة جبريل واحد ملائك واحد نعم لأنهما بيفسر الروح ده هو جبريل طيب وهنا أنت عنديك في الكتاب المقدس الذي سبقك بأكثر من ستة قرون كلام واضح جدا أنه كان جبريل مش جبريل الملاك أرسله إلى عزراء في الناصرة ومعروف الحديث الذي دار بين الملاك وبين السيدة العزراء نعم القرآن مرة ملائكة ومرة واحد ملاك واحد بالإضافة إلى ذلك نجد أن هناك تعوز غريب جدا نطقت به ابنة عمران في القرآن لما شافت الملاك لما شافت جبريل 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 يعني قالت له أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقية نعم أمر غريب جدا تتعوز من التقي تتعوز من التقي يعني المفروض المسلم يقف أحباء المسلمين بيحفظوا قرآن لأنه فيه سواب كل ما يحفظ يأخذ سواب أكثر افهم القرآن يعني عملوا مسابقات لحفظ القرآن لكن ما عملوش مسابقات لفهم القرآن ما حيفهموه من مين لما العلماء نفس المختلفين لما القرآن بيقول لا يعلم تأويله إلا الله والرسخون في العلم يقولون آمنا فهنا الشيء الغريب إنه حينما جاء هذا المخلوق لابنة عمران خافض المفروض لا تقول له أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقية إن كنت تقية أعوذ بالرحمن نعم هذا هو التنقيط والتشكيل الخطأ الذي حدث في القرآن لأن هم الذين شكلوا هم الذين نقطوا طيب ليس المفروض أن هم حفظين القرآن وحتى هم بيقولوا إحنا حفظين القرآن طب من أين جاءت القراءات المختلفة ومن أين اليوم في مصاحف المسلمين أخطاء مختلفة نعم فقراءة ورشة غير قراءة قالون غير قراءة حفظ طب هي كانت أي يعني أعوذ بالرحمن منك المفروض السياق الطبيعي المنطقي أعوذ بالرحمن منك إن كنت شقية تأتي هكذا كما في منطقي إن كنت شقي أتعوذ بالرحمن منك وعشان ما فيش نقاط ما كانش هذا وبعد تقية أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقية وطبعا ده يعني لا المنطق يقبل السياق ولا صاحب لغة فاهم يعني يقبل إنه أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقية لأنه إن كنت تقية لا أتعوذ بالرحمن فخلا أنت تقي أتعوذ لي بالرحمن نعم فأيضا هذه جزئية تضافي لأنه إذا كان مش مجرد ملائكة وملاك لا ده كمان حتى في موضوع الملاك بنلاقي فيه كلام غريب طيل أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقية طيب حتى المكان بتاع مريم ابنة عمران يعني برضو فيه تناقض لأنه برضو أنا مش عارفة يعني المشكلة لأنه هو بيحكي القصة أكتر من مرة فبيقع في في أخطاء كثيرة جدا يعني وهو بيحكي وأنا مش عارفة ليه هو بيحكي القصة أكتر من مرة ما تحكيها كلها مرة واحدة وريح نفسك وريح الناس معك انتبذت في بيتها مكانا شرقيا في بيت أهلها في مرة وفي مرة تانية هي كانت في المحراب مع زكريا وبيدخل عليها وبيلقى عندها أكل والكلام ده كله فهل هي كانت في بيت أهلها انتبذت مكانا قصية ولا كانت في المحراب ولا كانت فين بالزبط يعني في تناقضات مش مفهوم حتى ليه يعني اللي بيحصل لها صحيح وحتى في موضوع قصية أضيف للجزئية دي انه خلاها تروح في مكانا قصية بعيد علشان تلد طيب قلنا ماشي نحن تابع الموضوع ده فخلاها تلد تحت نخلة نخلة في الشارع كده تحت النخلة ولدي طيب أيهم أكرم تخلي المرأة تلد في الشارع تحت نخلة ممكن أي حد ماشي يعني المرأة تلد معروف المرأة نعم تحتاج إلى مكان يسترها يعني نعم ولا كما ذكر الكتاب المقدس أنه في مزود ما الكتاب المقدس قبلك ذكر أنها ولدت في مزود فموضوع قصية ذا ذكروا أكثر من مرة بعدين أنت ذكرت جزئية أهمة جدا المحرب ما هو المحرب ودي نقطة ممكن نعملها يعني في مرة أخرى ببحث لأنه هم عنديهم المحرب وعنديهم التابوت مسكور وهم لا يعرفون ما هو التابوت وما هو المحرب ودي الوقت بنسمع مقولة جديدة من شيوخ من بعض الشيوخ يقولون أنه أساسا لم يكن هناك هيكل وهذه خرافة طبعا لأنه في رعب لأنهم عارفين أنهم بنوا المسجد الأقصى على أنقاض الهيكل اليهودي نعم وعنديهم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله وما كانش فيه مسجد أقصى ساعدة لنبني بعد ذلك في أيام الرسول فيقولون لا هو في المكان الذي كان سيبنى فيه المسجد الأقصى وكان بربط فيه الدابة بتاعته مكان اللي بيربط فيه الخيل يعني نعم فإذا ما هو المحرب وما هو التابوت إذا كان ما فيش أصلا هيكل طبعا أنت جبت من فين التابوت وجبت من فين المحرب نعم فالشيطان لا يستطيع أن ينكر الحق الإلهي دائما مجد الله واضح وموجود يظهر ويومد هنا وهناك رغم أنف الشيطان وبعد كذا الشيطان يتوه الناس ماشي اللي عايز يتوه براحته فإذا عودة إلى موضوع ابنة عمران مكانا قصية وولادتها تحت النخلة اللي هي بتولد فمع أنه موجود في مزود ولدت السيدة العزراء وتاريخ وموسق ومؤصل وموجود لكن هو دائما يحب يخترع أشياء جديدة ويحط أشياء جديدة أنت غلط أنا الصح طيب فين المكان القصية ده إحنا عايزين نعرف هو مش عارف فين البلد أنا مش عارف فإنت بتألف وما تعرفش طب إحنا عندنا المزود معروف حتى المدينة القرية الصغيرة اسمها بيت لح وفيها كنيسة النهاردة موجودة طيب أنت فين المكان القصية ده في إسرائيل ولا بره إسرائيل لو قلت في إسرائيل فين في إسرائيل هو لا يعرف أي شيء مجرد كلام مرصوص وهو لا يعرف أين الحقيقة فإذن هناك تناقضات كثيرة جدا لو إحنا مسكناها واحدة واحدة أعتقد لن يكون في برنامج الدليل غير التناقضات وطبعا ده مش هيحصل نكتفي بتناقض هنا أو هناك لنبرز أن وجدنا فيه اختلافا كثيرا نعم لأنه هو تحدى وإحنا قبلنا التحدي يعني فمحتاجين أن نحن نثبت إذا كان هو إله القرآن قدر التحدي ولا لا طيب لو مسكنا مثلا موضوع موسى موسى برضو الجصة بتاعته اتحكت أعتقد في ثلاث صور أو أربع صور مذكورة أكتر من مرة وفي كل مرة برضو من جصة للتانية فيه اختلاف الشيء اللي أنا حتى لو إحنا ما تكلمناش عن الاختلافات بالزبط يعني لكن إيه اللي عاوزوا إله القرآن أو إيه اللي انت فاهمه ككاتب للقرآن من القصص دي كلها يعني جاي بالكلام ده من فين أسئلة كثيرة جدا بتتقال عن القصة الوحدة إيه اللي بيحصل هو بمسبة إلى موسى دي قصة مأخوزة في بعض السور أنا حسن ما تذكر القصص والنمل مأخوزة كما هي من من التوراة في التوراة بنشوف على إنه قصة موسى كان يرعى الغنم موسى ونظر وإذا شجرة تشتعل ولكنها لا تحترق يعني النار في وسط الشجرة ولكن الشجرة لا تحترق طيب لحظة قبل ما تكمل هل القصة مذكورة في الكتاب المقدس مرة واحدة ولا زي كده ما بنشوفه القرآن لا الكتاب المقدس مختلف الكتاب المقدس رائع ومفصل وواضح ويأتي بالموضوع مرة واحدة يحطه كده بعد كده لو جاء نبي يعلق من خلال القصة الموجودة أساسا لكن لا تأتي بطريقة أخرى مختلفة مؤمن بيها بكل كلمة فيها أي نبي أو أي شخص بيتبع الكتاب المقدس هو مؤمن بالقصة من أولها الأخيرة طبعا لم يأتي نبي في تاريخ الأنبياء أساسا وقال أن الذي سبق كان محرف على الإطلاق النبي الحقيقي لا يفتري على الله ويقول الذي قبله كان محرف أو مزور على الإطلاق وحقيقة حتى رسول الإسلام لم يقول هذا الكلام رسول الإسلام نفسه لم يقول أن التوراة محرفة ولا الإنجيل محرف ولم يأتي نص واحد في القرآن باللفز يقول التوراة والإنجيل محرفين ولا مرة على الإطلاق بالعكس سنأخذ الموضوع أكيد في حلقة بنعمة المسيح ولكن هذا لا يعني أنه نبي من عند الله أيضا رسول الإسلام هذا لا يعني أنه نبي من عند الله أرجع لموضوع الشجرة التي تحترق وموسى رأها ومسكرة في سفر الخروج بدايات سفر الخروج الأصحاح الثالث تقريبا الثالث والرابع إذن رأى موسى الشجرة تحترق فيها النار وهي لا تحترق فقال أميل لأنظر هذا المنظر العجيب كيف شجرة فيها النار وهي لا تحترق وناداه الله وقال له اخلعا عليك لأن المكان الذي أنت واقف عليه أرض مقدسة وكان الله يتكلم من داخل النار من داخل النار جاء رسول الإسلام وحكى هذه القصة وتم بعثرتها في ثلاث صور وناقصة حتى لو جمعتها من الثلاث صور هي ناقصة ليست كاملة مضطر أنه يرجع المفسر للكتاب المقدس كالعادة حينما نقلها أيضا لم يستطع أن يطفئ ذلك النور الموجود في الموضوع لأنه هذا الموضوع في ذاته له بعد لاهوتي في الكتاب المقدس واضح جدا البعد لاهوتي أن الله في الشجرة النار تشتعل والنار لا تحرق الشجرة ولكنها موجودة في الشجرة فالله لاهوته سيحل في الإنسان والإنسان لا يحترق وكذلك إشارة إلى حلول الله الكلمة في أحشاء العزراء لتلد مخلص العالم وهي لا تحترق وإشارة إلى المسيح ويحل فيه اللهوت في طبيعته البشرية وطبيعة البشرية لا تحترق هذا البعد للهوت الرائع الشيء الغريب أن في القرآن ورد هذا اللفظ بورك من في النار بورك من في النار دي تعالي بقى شوف المفسرين من هذا الذي في النار يعني سألنا أحباء مسلمين كسر من الذي في النار الذي يقول عنه كاتب القرآن بورك من في النار موسى ليس في النار والملائكة ليس في النار الملائكة حول النار من هذا الكائن الذي في النار والذي قيل عنه في القرآن بورك من في النار وده الله اللي يتكلم طبعا الله المتكلم المفروض يعني في القرآن اللي أهل القرآن يتكلم بحسب فهم المسلمين صحيح فحسب ما هم فهمين بنتكلم ثم الأمر الآخر ناداه الله من البقعة المقدسة وبعدين من الشجرة والوادي يعني مش عارفينها شجرة ولا وادي ولا بقعة مقدسة الله نادى موسى الله نادى موسى نعم طيب هل الله نزل ونادى موسى لا 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 الله ما بينزل طيب موسى سمع الصوت من فين من الشجرة من الوادي طيب هل الله أرسل صوته إلى الوادي لينتقل إلى موسى من الذي في النار وقيل بوري كمان في النار طبعا في التفسير في بعض المفسرين وصلوا إلى أن الله جل سناء هو الذي في النار وأن هذا النور هو أيضا نور الله طيب لما الله موجود في النار ودي بالمناسبة أنا أفصل بنعمة ربنا إذا سمحت حلقة كاملة لموضوع الله في القرآن وبالأدلة وبالبراهين نحن هنا نناقش مجرد أفكار لنظهر كيف أن التناقض موجود في القرآن بين سورة أخرى في القصة الواحدة يزيد هنا وينقص هنا فإذا عدة أسئلة ليست لها إجابة شافية شافية معنى أننا نجد الإجابة الشافية التي تتناسب مع السياق الموجود في القرآن نعم فإذا عودة إلى السؤال أن الصورة مبعسرة في أكثر من القصة مبعسرة في أكثر من صورة ذلك لأن جمع القرآن تم بطريقة بائسة جدا بالمناسبة وكان بيأخذ من أي واحد حافظ النصوص يحطوها يحطوها حتى لو لمش في مكانه هم حاجزين دلوقتي يأخذوا كل ما قيل ولذلك تجد النصوص مبعسرة هنا وهناك وعمر بن الخطاب كان بيقف قدام المسجد ويشوف الناس طالع هل معه سورة من القرآن أم لا هذه طريقة جمع بها أفضل كتاب في العالم معلش تاني الحتة دي؟ يعني عمر بن الخطاب كان بيقف أمام المسجد وبعض الناس الخارجة من المسجد بيسألهم هل معك آية من آيات الله ولا أنه حافظها يعني هل حافظها ولا لا ولازم يجد معه طبعا شاهد آخر يكون حافظ مع هذا أتذكر شخص اسمه أبو خزيمة لم توجد معه لم يجد شاهد آخر فحسب له شهادة بشهادة رجلين يعني هكذا حسبها له لأنه عنده موقع خاص من رسول الإسلام المهم هذه في ذهني قرأتها منذ زمن أرجو أن أكون مصيب في هذه الجزئية حتى اللي أنا بركز عليها هذه البعصرة الموجودة هي ليست مقصودة ورغم أنف جمع القرآن بهذه الطريقة رغم أنف الذين جمعوا القرآن أقصد جمعوا بهذه الطريقة لأنه بعد موت رسول الإسلام اختلف القراء وحصلت مشكلة وكل واحد عنده قراءة وخاف أبو بكر أنه في كارثة كل واحد عنده قراءة أخرى وبعد كده تم جمع الأول والجمع الثاني في أيام عثماري بن عفان بعد أن أحرق المصاحف كلها هذه كلها أدت إلى هذه البحصة التي أنت مستغربة عنها أدى بالتالي إلى التناقض الموجود في القصة الواحدة في صور مختلفة بس برضو برضو هي الآيات نازلة نازلة نعم يعني من السماء فوجود الآيات يعني أو إذا هم جمعوا الآيات بالطريقة دي ده ما بينفي أنه الآيات فيها تناقض صحيح عارفة أكثر شيء يفتخر به المسلم هو أكبر مشكلة في القرآن اللي هو فخره هو المشكلة ذاته أنه اعتمدوا على الحفظ وليس على التسجيل اعتمدوا على الحفظ نازل بتحفظ والبحفظ ده بينسى وبيختلف مع الآخر وده حصل حتى في عصر الرسول اختلفوا في الحفظ فلم يعتمدوا على التسجيل والتدوين هذا التسجيل ده هو الباقي هو الموجود هو الواضح تعالى اختلفنا لا إحنا مسجلين أهو ده الدليل ليس لديهم دليل وبالتالي شيء طبيعي أنه ما يفتخرون به أنه حفظ للقرآن هو الذي ضرب القرآن لأن الحفاظ منهم من مات ومنهم من قتل ومنهم من اختلف واحد مع الآخر في حفظ القرآن والأدلة كثيرة على أقل تقدير ما نراه اليوم من مصاحف مختلفة عند المسلمين في المغرب وفي ليبيا وفي مصر مصاحف مختلفة طيب إحنا بقينا حوالي دقيقة تقريبا للبرنامج يعني الديني مرخص كده بسرعة بسرعة للحظة يعني أنا كل ما أريد أن أقول أنه القرآن قال لو كان من عندي غير الله وجدوا فيه اختلافا كثيرة أو كبيرة وأنا أحب أقول الأحباء المسلمين أرجعوا إلى القرآن وأقرأوا القرآن وافهموا القرآن افهموا القرآن وأدرسوا تفاسير القرآن وعندها ستجدون أكثر مما وجدنا ورائنا الرب يبارك حياتكم شكرا شكرا يا أخو حيد مشاهدين الكرام خلصت الحلقة بتاعتنا نتمنى أن نحن وصلنا لكم المعلومات ويريد تحكموا وتشوفوا هل نجح إله القرآن في التحدي بتاع ولا لا نشوفكم الحلقة الجاي المسيح معه